بايو سكان مركز الأشعة وتصوير الطبي وهلأ بفقرتنا الطبية مع الدكتور حسين جديتاوي استشاري أطفال وأمراض معدية رح نحكي عن استخدام الخاطئ للمضادات الحيوية أهلا وسهلا فيك أهلا بك أهلا بك صباح الخيارات يا هلا الحديث عن الموضوع هذا مهم جدا مهم جدا جدا لأنه حقيقة منظمة الصحة العالمية من 2015 تنبهت إلى انتشار الجرثومة المقاومة أو البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية وهذا ناتج عن سوء استخدام مضادات الحيوية ماذا نعني بسوء استخدام المضادات الحيوية أنه للأسف الشديد في كثير من المواطنين بلجاء أنه روح يأخذ الدواء من الصيدلية مباشرة يعني بيشتريه بدون أي وصفة طبية هذه من جهة ثانية ما في الشخص يعني حتى الصيدلية ما بيعطوا التعليمات الصحيحة من حيث أول شيء يعني فترة إعطاء المضادات الحيوية عدد أيام الإعطاء المضادات الحيوية الثانية الجرعة المناسبة ثلاثة كثير من الأحيان كنا منعرف أنه بعض الناس يعني بيستخدم المضادات الحيوية إلى يوم يومين بيشعر حاله كويس بوقف المضادات الحيوية وهي من الأمور التي ليش خطرة هاي كثير إنه الواحد ما يكمل فوص الأنتيبات أشكرك أشكرك أسوال هاي مهمة جدا لأنها بتعمل جرثومة مقاومة يعني البكتيريا بتصير يعني أدابت على هذا المضاد وبتصبح مقاومة له لأنها الأوفريوز أو أوف أنتبيوتكس بيعمل الجرثومة المقاومة فحقيقة يعني هاي من جهة من جهة ثانية للأسف الشديد بعض الناس بأخذوا أدوية بتقول عندهم يوم يومين أسبوع أسبوعين جاريتها بتسألها عن مضاد حيو بتعطيها من عندها الأخ بالبيت كمان بأخذ دواء على عازقه هيك وبأخذوا المضادات الحيوية هاي كلها هاي تعتبر سوء استخدام المضادات الحيوية لازم المضاد الحيوي إذن لما نستخدمه كورس كامل حتى لو حسينا أنه إحنا تحسنا لأنه ممكن البكتيريا تكون نايمة بس مش ميتة نعم يعني يجب على الطبيب اللي بيصرف العلاج أنه نبه المريض أنه هذا فسبت العلاجه سبوع خمس أيام عشر أيام ويجب تكملة كورس العلاج ما ما بصير بعد يومين ثلاثة أربعة عشر حاله كويس أنه يعني يوقف المضاد واتفضل طيب هلأ دكتور حضرتك عم بتقول أنه كثير خطار أنه الواحد ما يتعالق عمل معها بحكمها الأول شيء ذكرنا أول واحدة أنه ممنوع أن نوقف المضادات الحيوية إلا إلا تخلص العلبة أو إلا ما يخلص الكورس كله عشان ما تصير البكتيريا مقاومة نعم ثاني شيء أخذ أي مضاد حيوي مثلا بشعر الواحد لوزه بيوجعوه بروح بيجيب نوع مثلا اسم متعود عليه أشكرك عسر أين الخطورة هون لازم نعرف أنه مش كل التهاب يعني بكتيري نعم يعني تسعين بالمئة من الالتهابات المجاري التنفسية العلوية تسعين بالمئة منها التهابات فيروسية نعم يعني سواء كانت انفلوانزا أو كومون كولد يعني فكثير من الأحيان المواطن للأسف الشديد لعدم وعيه بخطورة الوضع بروح عصيدة لي بيشتري العلاج أو أنه بروح على العيادة عيادة الطبيب بطلب منه طلب أو يعني بإلحاح أرجوك بدي أنا بدي بدي تكتب لي مضاد حيوي نعم ماشي علما أنه المضاد الحيوي هذا مش رايح يفيده قطعا لأنه هو بتعامل مع يعني يعني بكون عنده فيروس والفيروس لا يعالج بالمضادات الحيوي إله يعني الانتي فيرال دراكس تمام طب هو لما بيأخذ مضاد حيوي عنده فيروس مية بالمية رايح يزيد المقاومة البكتيريا الموجودة لازم نعرف إحنا البكتيريا everywhere موجودة يعني بأجسامنا على أجسامنا في البيئة يعني حتى ذكروا أنه في جرام واحد من التربة موجود في 50 مليون نوع من البكتيريا 50 مليون فتصور أنت لعداد الهامن البكتيريا اللي موجودة على أجسامنا بأجسامنا حوالنا في الغذاء في يعني في كل شيء موجودة ولكن مش كلها مضرة إحنا في عندنا يعني أنواع قليلة مفيدة أنواع قليلة مضرة ولكن غالبا كله ممكن يكون مفيد يعني مثلا تحطيم الغذاء اللي مناكله إحنا بكون عن طريق بكتيريا وهذا إشي كويس يعني في بعض البكتيريا مفيدة اللي عايش في الأمعاء التبعيثنا طيب دكتور خلينا نحكي عن وظيفة المضاد الحيوي لما بدخل على الجسم شو بيعمل هو المضاد الحيوي يعني تأثيره على البكتيريا عن طريق عن طريق آلية معينة يا بأثر على جدار الخلية يا على غشاء الخلية يا ما بأثر على إنتاج البروتينات الخلية اللي ممكن تقتلها لأنها ما فيه إنتاج بروتينات أو بتأثر على الدي أنئة على الخلية فأنا ممكن أذكر لك أسماء المضادات الحوية حسب طبيعة عمله يعني مثلا اللي بيشتغلوا على الجدار الخلية سيلوال سينثيسس اللي هم مثلاً بنسلين السفالوسبورين الكاربابينمز إتساترا اللي بيشتغلوا على البروتين سينثيسس زي الترسيرال سايكلين الأماينوغلايكوزايد زي الريترومايسين زي الترسيرال سايكلين يعني هل بيأثروا على مناعة الشخص على المدى البعيد هل بيأثروا على أنه ممكن الله عندي النقطة هذه مهمة جدا المضادة الحيوية ما بيأثر على الجسم ما له علاقة بالجسم هو بيأثر على البكتيريا اللي موجودة هو بيعمل منها مقاومة نعم مقاومة نعم مقاومة لإيش للمضادات الحيوية الموجودة يعني حاليا أصبح في العالم مشكلة رئيسية جدا لأنه أصبح بعض البكتيريا اللي ممكن أي شخص يصاب فيها مثلا مش بس إنها خلينا نقول على نوع واحد من المضادة الحيوية ملتي دراج رزيسنت بكتيريا أو إكستنسب دراج رزيسنت بكتيريا هذا والله الإكستنسب أو الملتي دراج بيسموه سوبر بك يعني بتصير بكتيريا كثير صعبة القضاءة لها بالضبط كثير صعب علاجها يعني أو علاجها بيكون صعب جدا فأصوري أنت بعض الحالات زي مرضى السرطان زي العمليات الجراحية زي الأطفال حديثي الولادة اللي ممكن يحتاجوا للمضادات الحيوية بسبب جرثم الدم يعني الموضوع دكتور كتير طويل أكيد وبدو يعني حلقات حتى نحكي فيه بس إحنا اليوم حبينا نعمل إضاءة سريعة على الاستخدام الخاطئ للمضادات الحيوية شكرا لوجودك معنا يعطي العالم الله يساعدك بايو سكان مركز الأشعة والتصوير الطبي شكرا للمشاهدة